اعلن التاقم الطبي للنادي الاهل المصري اليوم الاربعاء العاشر من ماي الفاني وثلاثة وعشرون عن جاهزية المهاجم حسين الشحات لمقابلة الترجل حساب ذهاب الدور نصف النهائي لكاس ربيطة الابطال الافريقية بملعب حماد العقربي بيرادس بعد غد الجمعة ان شاء الله على الساعة الثامنة بادارة الحكم الكيني بيتر راويرو كاماكو الشحات تعاف من المخلفات اصابة تعرض لها على مستوى العضلات الظامة واجرى للغرض كشفا بالاشعة كد عدم خطورة حالته وامكانية المشاركة في الحصة التمرينية الجماعية ولمسائله هذا ومن جانب اخر يعول الاهل المصري على اصحاب الخبرات في مواجهة الاحمر والاصفر الترجي وفي مقدمتهم التونس علي معلول الظهير الايسر الدولي صاحب الاداء المميز وامام الفرق التونسية وشرك معلول في واحد وثلاثون مقابل هذا الموسم مع الاهلي نجح في تسجيل سبع اهداف وصناعة اربعة عشر اخرين ولعب معلول بقميس الاهلي في عدة سياس دمات امام اندية تونس مثل الترجي والنجم والاتحاد المنستيري وحيث لاعب علي معلول ضد الترجي عشرون مقابلة حقق اللاعب فيها تسع انتصارات مقابل التعادل في مقابلتين وبتسع هزائم وتقابل معلول خمس مرات ضد الترجي بقميس الاهلي بواقع اربع انتصارات وتعادل وحيد وكانت البداية في ربع نهاي دور ابطال افريقيا الفاني وسبعة عشر حيث تعدل الاهلي ذهابا اثنان اثنان قبل فوزي اثنان واحد في الاياب وسجل معلول وقته هدفا وصنع اخر ومن ثم تقابل معلول مع الاهلي ضد الترجي في دور المجموعات لدور الابطال الفاني وثمانية عشر وفاز الاهلي واحد سفر وقته في تونس وغاب معلول عن مقابلة العودة للاصابة كما غاب عن مقابلة النهاي وعاد علي معلول ليكرر التفوق رفقة الاهلي امام الترجي في نصف نهاي نسخة الفان وواحد وعشرون وبالفوز ذهابا في تونس واحد سفر وبالانتصار ثلاث سفر في الاياب علما بانه سجل هدفا في ليلة الثلاثية هذا وفي صعيد عاجل ذكرت تقارير صحفية تونسية عديدة ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف سيحدد اليوم الاربعات عن المقدم من ادارة الترجي بشان العقوبات والتي تعرض لها النادي من جانب الكاف وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعلن منذ الجمعة الماضية عدة عقوبات لنادي الترجي ابرز اقامة اربع مقابلات دون حضور جماهير ومن بين اثنين معيقاف التنفيذ الى جانب غرامة مادية تصل الى ثلاثمائة الف دولار وتهديد بالاقصى من المسابقات القرية حال تكرار شغب الجماهير خلال 12 شهرا وبحسب ذاعة مزايكة تونسية فان لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ستنظر واليوم الاربعات عن المقدمة من ادارة الترجي بشان العقوبات الموقع على النادي وشهدت مقابلة الترجي وشبيبة القبائل والتي انتهت بنتيجة واحد واحد في اياب دور ربع نهائي احداث شغب من جانبي بعض الجماهير لباب السويقة في لقاء وقيم على ملعب حماد العقربي ليتم لقاف المقابلة قرابة الـ 45 دقيقة وبعد العقوبات الكاف من المقرر ان تقام مقابلة الذهاب بين الترجي والاهل مساء الجمع المقبل بدون حضور الجماهير حيث ياتي لقاف تار دور نصف النهائي بمسابقة دور الابطال الافريقية جدير بالذكر ان بعثة الفريق من الاهل وصلت منذ البارحة الثلاثة من اجل الاستعداد لموقعة الترجي ترجمة نانسي قنقر